اشتركوا في القناة في عمليات الميتابوليزم في عنا حوالي 20 أمينو أسد موجودين هما اللي بيكونوا لبروتينات وبتم استهلاكهم في مجال واسع باستخدامهم طبعا اللي بيحدد البروتينات هذه طبعا تركتيل الأحماض الأمينية أو السيكونس للأحماض الأمينية واللي بيحدد السيكونس للأحماض الأمينية طبعا هو عبارة عن الكودون أو القواعد النيتروجينية المرتبة على الجين وبالتالي الجين إكسبريشن عملية ترجمة هذا الجين وترجمة هذه القواعد النيتروجينية هي اللي بتعبر لي بترجم إلى بروتينات طبعا صفات الأمينو أسد البروبرتز والصفات الكيميائية للأحماض الأمينية هي اللي بتحدد لي أو بتعكس الصفات البروتين وبالتالي عشان أنا أعرف طبيعة هذا البروتين وكيف الكيميكا الكاركترستيك له والبروبرتز له لازم أكون عارفة إيش الصفات الأساسية والبروبرتز له الأحماض الأمينية ومن ثم بتعكس لي تركيبة هذا البروتين صفات البروتين طبعا بالإضافة أنه البروتين طبعا البروتينات ممكن لجلها البروتين بلعب دور في أنه كيف يصير له فولدين هذا البروتين في السكندر والتيرشال استركشور وأنه يكون استابيلايز ناتج أنه يديني استركشور تابت في هذا الفولدين تمام؟ عشان هيك لازم أول شيء نعرف عن الأحماض الأمينية وحنشوف كيف الكاركترستيك له هاي الأحماض الأمينو أسد زي ما حكينا إحنا في عنا حوالي 20 أمينو أسد موجدين في منهم عشرة أمينو أسد أسنشيال أمينو أسد بنسميهم وهدولة الأسنشيال أمينو أسد يعني لازم الشخص أو الإنسان لازم نتناولهم من الطعام يعني لازم نخدهم عن طريق الضيط إذا فقدنا واحد من هدولة العشرة من الطعام يعني ما تم تناولهم عبر الطعام ممكن يؤدي الديفشنسي لهذا الأحماض الأمينو أسد إلى خلل في البروتينات أو تكوينة بعض أنواع من البروتينات وبالتالي يؤدي إلى بعض الأمراض طبعا هاي الأحماض الأمينية الإسنشيال اللي لازم نتناولها عن طريق الضيط ليش لازم ناخدها عن طريق الضيط لأنه الجسم غير قادر على تصنيعها وهي مش زي طبيعة الفاتوي اللي ستارش إنه الجسم بيقدر يخزن هذه الأحماض الزيادة من الأحماض الأمينية إنه يخزنها لا لازم يوميا الأحماض الأمينية هذه الإسنشيال اللي تم تناولها عبر اللي هو الفود أو عن طريق الأكل طبعا العشرة أمينو أسد اللي بيقدر الجسم يصنعها أو يكونها هاي بنسميها النون أسنشيال أمينو أسد زي مين؟ إنه أنت بيقدر الجسم يصنعه وبالتالي مش ضروري إنك تخذها عبر الطعام زي الألانين، أسبارجين، أسبارتيك أسد، سيستين، جلوتاميك أسد، جلوتامين، إجليسين، وبرولين، سيرين، والثيروسين ولكن في بعض الحالات بلاحظ إنه الثيروسين طبعا الثيروسين يعتبر من، بتم تصنيعه من الفينايل الألانين والفينايل الألانين أمينو أسد يعتبر من الأسنشيال اللي لازم تخذه معبر الأكل فهو بيصنع حاجة هو نون أسنشيال ممكن يتم تصنيعه ولكن إذا صار في خلل في الفينايل الألانين ما أخدته عن طريق الأكل بالتالي بيصير هنا حتميا لازم تأخذ الثيروسين كمان عن طريق الأكل تمام؟ لأنه إنت ما بتغضو عن طريق الأكل فبتالي ما بتصنع الثيروسين طيب الأسنشيال أمينو أسد اللي هي اللي لازم للشخص يخذهم عن طريق الأكل زي مين؟ أرجينين وهنا الأرجينين يعتبر بنسميه الأمينو أسد زي الأرجينين وهنا بيحتاجوا اليونغ أكتر من الأضالت عشان هيك يمكن نسميه سيمي إسسنشيال أنه بتم تصنيعه داخل الجسم ولكن بكميات قليلة تكفي إلى الأضالت ولكن لا تكفي إلى الـ بالتشيلدرين بالتالي لازم يتاخذ في حالات الـ عن طريق الضيط أما في الأضالت الكمية اللي بتم تصنيعها كافية لإلوه أما في حالات الـ او اليونغ فهم بيحتاجوا كميات أكبر عشان النمو وبالتالي هذا بنسميه السنة يعني لازم يأخذ منه عن طريق الأكل كمان من اللي هو ضروري يأخذها عن طريق الطعام اللي هو الهستادين عيزوليوسين ليوسين ليسين ميتيونين فينايل ألانين تيريونين تريبتوفان والفالين طبعا ممكن نجمعهم عشان نحفظهم اللي هو الاسنشال اللي هو لازم الشخص يتناولهم عن طريق الطعام لأنه ما بقدر الجسم يصنعهم عن طريق جملة I left home to make visit through Argentine في فلبين and London I إيزوليوسين الليوسين هم هستادين تو تيرونين مي ميتيونين في فالين تريبتوفا T تريبتوفان أرجينين PH فينايل ألانين و اللايسين يبقى ممكن نجمعهم في هاي عشان نحفظهم اللي هو الاسنشال أمينو أسد طبعا هدول الاسنشال قلنا اللي لازم الشخص يتناولهم عن طريق الضيط تمام طبعا وفي هنا عنا جدول مقسم للاسنشال اللي عليهم النجمة هم الاستنشال اللي ما عليهم هو الهام تمام طيب في عنا تجزيمة ثانية للأمينو أسد طبعا قبل ما نبدأ نقسم الآمينو أسد الاسنشال و الامينو أسد عن وي اللي هو البايزيك ستركتر للأمينو أسد من اسمه امينو أسد يعني ليش سلموا امينو أسد طبعا الامينو أسد لأنه بيحتوي على مجموعة الامين جروب اللي هي الان اتش تو والاسد لأنه بيحتوي على مجموعة كاربوكسيلك اسد اللي هي الكاربوكسيل جروب اللي هو بتم فيه عندنا امين جروب ومجموعة كاربوكسيل جروب طبعا بي اكسبشن واحد اللي هو البرولين هنا ما بيحتوي على مجموعة اللي هو بيحتوي فقط لأنه بيحتوي على مجموعة سكندري امين جروب اللي هي الان اتش اللي هو مش زي باقي الامين واسد هنا في اكسبشن اللي هو البرولين البيزيك استراكشور للأمينو أسد الجنرال استراكشور للأمينو أسد زي ما حكينا هاي الألفا كاربون بتحتوي اللي هي بترتبط مع هيدروجينا ومجموعة السي او او اتش اللي هي مجموعة الكاربوكسيل على اليمين ومجموعة المامايند على اليسار وي الار اجرو طبعا ألفا كاربون هاي اللي هي الألفا كاربون يبقى هيات عنا هنا مجموعة الكاربوكسيل جروب وهي مجموعة اللي هو الأمين جروب وفيه عنا اللي هو اللي basic structure للأمين وأسد اللي هو بيحتوي على اللي هو مجموعة الكربوكسيلي جروب عشان هيك ومجموعة الأمين جروب ومجموعة الأر تشينج أو الصيد تشينج واللي هي بتحدد طبيعة أو اختلاف ما بين أمين وأسد عن الآخر عن طريق الأر تشينج أو الأر جروب أو الصيد تشينج هادي طبعاً ممكن إحنا نقسم ممكن إحنا يتم عملية classification للأمين وأسد حسب الستركتشار كيف حسب الستركتشار طبعاً ممكن نقسمه إلى أليفاتيك وأروماتيك أليفاتيك ممكن يتقسم بولر ونن بولر البولر ممكن يكون تشارج وان تشارج طبعاً اللي تشارج بيكون باستيف ونيجاتيف تشارج طبعاً هنبدأ اللي هو الأمين وأسد بايستركتشار نبدأ عملية الكلاسيفيكيشن حسب الستركتشار واللي هي حسب الصيد تشينج أو الأر جروب في عنا اللي هو الأليفاتيك واللي هي بتكون الأليفاتيك إنه الأر تشينج بتكون عبارة عن سلسلة أوبين تشينج سلسلة مفتوحة ما بتكون على هيئة رينج يعني ما بتحتوي على حلقة بنزين زي مين الأليفاتيك؟ زي الألانين الجلايسين آيزوليوسين والليسين والليوسين والبرولين البرولين حكينا إنه هو السايكل تبعته مش طبيعتها مختلفة على البنزين هو تشينج مش سايكلك والفالين لكن الأروماتيك إنه بيحتوي على البنزين البرينج زي الفينايل الألانين واللي تربتوفان والثيروسين خلينا نشوف الستركتشر لإلهم كيف اللي هو الأليفاتيك والأروماتيك هاي الفينايل الألانين بيحتوي على مجموعة بنزين عشان هيك تسمناها أروماتيك الثيروسين كمان بيحتوي على مجموعة حلقة بنزين فهو أروماتيك واللي تربتوفان هدول الثلاثة هم عبارة عن أروماتيك لكن الأليفاتك زي ما قلنا زي مين؟ الأرجينين، الغلوتامين، اللايسين، الغليسين والألانين هاي كلها السيرين هدولة كلهم السستين، ثيريونين، أسبارتيك أسيد، غلوتاميك كله يحتوي على تشينج سلسلة ميثيونين، ليوسين، أسبارجين، أيزوليوسين والفالين كلهم هدولة يعتبروا عبارة عن اللي هو أليفاتك ليش الأليفاتك؟ لأنهم بيحتووا على سلسلة ما بيحتووش على حلقة بنزين لو نيجي نشوفهم هاد أليفاتك زي مين؟ لجليسين، هاي لجليسين مجموعة السايد تشينج إتش الألانين استبدل مجموعة الإتش بالمجموعة الميثايل قدتني الألانين برضو أليفاتك لأنه ما بتحتوي على حلقة بنزين الفالين، CH, CH2, CH2، فالين ليوسين، CH2, CH, CH3, CH3 ميثيونين، CH2, CH2, S, CH3 طيب، هذا ميثيونين آيزوليوسين، CH3, CH2، CH2 هاي، اللي هو الآيزوليوسين، يبقى كلها هي عبارة عن أليفاتك آمينو أسد، طبيعتهم أليفاتك طيب، نيجي ل... برضو هنا سيرين أليفتك طيب نشوف الأروماتيك اللي هما اللي بيحتوى على الرينج اللي حكينا عنهم اللي هو الفينايل الألانين هي البيزيك اللي هو مجموعة كاربوكسيل ومجموعة الأومين ومجموعة اللي هو الألفا كاربون ولكن هاي مجموعة الفينايل الألانين بتزيد الحلقة بنزين عشان هيكسمناها أروماتيك الثيروسين نفس اللي هو الفينايل الألانين ولكن بنزود مجموعة OH في نول الثريبتوفان هاي حلقة البنزين ومجموعة أماين زيادة وحلقة سايكليك CH2 تمام؟ يبقى هذا الثريبتوفان ولكن كلهم بيحتوى على حلقات بنزين عشان هيكسمناهم اللي هو أروماتيك جروب طيب قلنا تقسيمة تانية اللي هي أسديك وبيزيك الأسديك وبيزيك نسميه من يوترال أماينو أسد أحماض أمينية متعادلة لأنه البوزيتف بعادل النغاتيك في التالي هيك ما بيحمل أي شحنة لكن لو جينا هنا اللاي سين في عنا الصايد تشينج لإلو فيها مجموعة أماين زيادة إن إتش تري طيب هنا بوزيتف بعادل النغاتيك يبقى هنا حتحمل وفيه بوزيتف تشارج زيادة بقى حتحمل إيش؟ بوزيتف تشارج وهذا بنسميه إيش؟ بيزيك أماينو أسد لأنها بتحمل تشارج زيادة اللي هي سميها بوزيتف تشارج لالأرغغروبة بالتالي طبيعة الأماينو أسد بيزيك أماينو أسد تاني زي الأرجينين اللي هي بتحتوي على مجموعة أماين زيادة كمان وحاة يدينا بوزيتف تشارج فيها اللي هي الأرجينين سي أج تو سي أج تو سي أج تو يعني هنا ممكن نكتب سي أج تو لكل اتنين هنا سي أج تو لكل أربعة واحد اتنين ثلاثة أربعة ن إتش تري الهيست تديم كمان بتحتوي على مجموعة أماين زيادة وبالتالي هاي بتحتوي على بوزيتف تشارج تمام؟ البازك بتعادل الأسدك بعادل البازك هنا وبالتالي بتفضل هنا واحدة بيزيك زيادة. عشان هيك بيزيك أمينو أسد أحماض أمينية قاعدية أو بنسميها بوزيتف تشارج أمينو أسد. في عنا النيغاتف تشارج أمينو أسد زي مين الأسبارتك أسد والغلوتاميك أسد. هنا قلنا البيزيك بتعادل المجموعة الأحماض الحمض بتعادل القاعدة اللي موجودة هنا. لكن هنا في مجموعة كربوكسيل زيادة تالي بتكون نيغاتف لتشارج سي أتشتور وهنا نيغاتف تشارج للأسبارتك أسد الغلوتاميك أسد في زيادة سي أتشتو سي أتشتو سي أو أو نيغاتف تشارج اللي هو مجموعة كربوكسيل زيادة تمام؟ يبقى هيك يبقى عرفنا الأليفاتك ويعرفنا الأروماتيك ليش ثمناهم وكيف طبيعتهم عرفنا الأسدك أمينو أسد والبايزك أمينو أسد أو نيغاتف تشارج والبوزيتف تشارج طيب في عنا الهايدروكسيليك أمينو أسد الهايدروكسيليك أمينو أسد هي اللي بتحتوي على مجموعة هيدروكسيل زي السيرين والثيريونين الهايدروكسيليك أمينو أسد خلينا نشوف كيف الستراكشور تبعهم الهايدروكسيليك أمينو أسد هي الأمينو أسد اللي بتحتوي على مجموعة هيدروكسيل زي مين؟ السيرين وهيات السيرين هو عبارة عن سي السيد تشينج هي سي إتش تو أو إتش هذا سيرين يبقى فيه مجموعة هيدروكسيل عشان هيك بسميه هيدروكسيليك أمينو أسد في عنا كمان أمينو أسد بيحتوي على مجموعة هيدروكسيل اللي هو الثريونين فمسميه إيش؟ هيدروكسايل أمينو أسد يعني أمينو أسد بيحتوي على مجموعة هيدروكسايل اللي هو الـ CHOHCH3 هذا الثريونين السايد تشينج مختلفة عن اللي هو السيرين CH2OH قيم H واحدة من CH2 وحط هنا بدلها مجموعة ميثايل بتتحول لثريونين عشان أنا أحفظ الأحماض الأمينية لازم أميز ما بينهم يبقى أنا بتحفظ إن فيه عنده 2 هيدروكسايل أمينو أسد أول واحد اللي هو CH2OH هذا سيرين طيب الثريونين التاني بس قيمي مجموعة هيدروكسايل واحدة وهنا لازم الرابطة تكون أربعة طب هنا 2 وحدة ثلاثة لما قيم مع جموعة هيدروكسايل هحط هنا بدل منها إيش؟ كمان واحدة وحط CH3 مجموعة ميثايل يعني بقيم هيدروكسايل من هنا وبحط مجموعة ميثايل بتتحول لثريونين أوكي؟ طيب نيجي للمجموعة التانية اللي هي حكينا عن الهيدروكسيلك أمينو أسد اللي هي بتحتوي على مجموعة الهيدروكسايل اللي هي السيرين والثريونين المجموعة اللي بعدها اللي هو السالفر كونتينينج أمينو أسد اللي هي الأمينو أسد اللي بحتوي على مجموعة سالفر زي مين؟ سستين وميثيونين خلينا نشوف كيف تركبتهم السستين واللي هو الحمض الأميني الميثيونين اللي هو بحتوي على مجموعة سالفر هاي الميثيونين هو قلنا من الأليفاتيك قبل هيك طيب يعني لو جيت حكيت لك من الملتيبلت شويز حمض أميني بحتوي هو أليفاتيك وبيحتوي على سالفر جروب اللي هو الميثيونين والسيرين السستين السستين كمان من الأليفاتيك وبحتوي على سالفر جروب اللي هو السستين CH2SH مجموعة Sulf Hydraul Group والميثيونين هاي بيحتوي على CH2 CH2S CH3 هادي Sulfur Group اللي هو الاتنين اللي بيحتوي على Sulfur Group الميثيونين واللي هو طبيعة CH2 CH2S CH3 والSysteen CH2 CSH اللي هو Sulf Hydraul Group آخر مجموعة اللي هي الأميدك بنسميها أو اللي بتحتوي على أمايند جروب زي الأسبارجين والغلوتامين اللي هي بتحتوي على الأمايند جروب خلينا نشوف إيش الأمايند جروب وكيف تركيبة اللي هو الأسبارجين والغلوتامين هاي الأسبارجين والغلوتامين زي ما حكينا هي بتحتوي على الأميدك جروب أو الأمايند جروب ال-NH2 هاي المجموعة بنسميها أمايند جروب أمايند جروب ال-NH2 هاي بنسميها أمايند جروب وهنا بتحتوي على أمايند جروب أمايند جروب فعشان هيك بنسميها اللي هي أميدك أماينو أسيد أو بتحتوي على الأمايند جروب اللي هو زي الأسبراجين اللي هو طبيعته CH2, CW.O و-NH2 ال-Glutamine هنا بس زود كمان مجموعة CH2 CH2, CH2, CW.O C-NH2 اللي هو ال-Glutamine هدول الاتنين هو بيحتوي على نسميهم الأمايند جروب أمايند جروب كونتينينج أماينو أسيد يعني أحماض أمينية بتحتوي على الأمايند جروب يبقى هاد التجزيمة تبعت الأحماض الأمينية في عنا هاي اللي هو الشكل لو جينا هاد الأحماض الأمينية كلها جايب ال-Structure تبعها هايات الأسباراجين ال-Glutamine اللي هي بتحتوي على الأمايند جروب قلنا اللي هي الأسباراجين و-Glutamine في عنا الفينايل الألانين اللي هي الأروماتيك ثيروسين أروماتيك تريبتوفان أروماتيك اللي سين اللي سين حكينا من مجموعة الأليفاتيك غليسين أليفاتيك هي بس بحتوي على مجموعة الهيدروجين هو أبسط نوع من الأحماض الأمينية اللي سين أبسط أمين وأسيد لأنه بحتوي فقط مجموعة هيدروجين الألانين اللي هي استبدلت بمجموعة ال-CH3 هستدين CH2 و-Cyclic هتيروسيك بنسميها هاتي اللي هي 1-2-3-4-5 Cyclic السيرين اللي هو يعتبر في مجموعة الهيدروجسايل جروب سمناه السستين اللي بيحتوي على السلفا هيدروجروب ثيريونين اللي هو بيحتوي على مجموعة الهيدروجسايل Aspartic Acid بيحتوي على مجموعة كاربوكسيل زيادة وقلنا هو من الأحماض اللي بتحتوي على بتكون Negatively Charged وهو Acidic Glutamic Acid كمان بيحتوي على مجموعة كاربوكسيل زيادة وهو Acidic وهو بيحتوي أو بيحمل Negatively Charged Proline هو Side Change تبعته تشينج ولكن الربطة اللي هو مجموعة الأمين فيه بالمجموعة CH2 هنا ولكن هو طبيعته Change ولكن الربطة اللي هي هاي مجموعة الكاربوكسيل وهاي مجموعة الأمين هي اللي عملت رابطة ما بينهم هذا البرولين Methionine بيحتوي على مجموعة Salver Leucine اللي هو Side Change عبارة عن Branched هي سلسلة ولكن Branched ممكن نسميها متفرعة Asparagine بيحتوي على مجموعة الأمين Isoleucine سلسلة branching كمان والفالين branched وهي ألفتك يبقى هاي طبيعة الأحماض الأمينية العشرين أمينو أسد تمام طبعا في عنا الابريفياشن كل الأمينو أسد اللي موجودة بالطبيعة أو بالهيومان هي ألفا أمينو أسد لأنه الألفا كاربون زي ما حكينا طبعا الفورمولة تبعتها والابريفياشن لجليسين ممكن يكون الابريفياشن بتلات أول ثلاث أحرف وممكن نأخذ حرف واحد من هاي الابريفياشن في عنا جدول طبعا هاي كل الابريفياشن تبعتهم ولكن في عندي طبعا هنا حكينا عن الأمينو أسد والإستينشل الأمينو أسد هاي اللي هو طبيعة اللي هو الاختصار للأحماض الأمينية ممكن يكون ب one letter code أو طيب نيجي لأحماض الأمينية والابريفياشن لهالفورمولة والابريفياشن طبعا ممكن نكتب الأحماض الأمينية و طبيعتها ألفا أمينو أسد طبعا زي الجليسين ممكن الابريفياشن جي اليو لي أو جي أول حرف من الاسم الابريفياشن ألانين أل أو أ أ فالين فال أو في ليوسين اليو ليو أو أل طبعا حسب الايزوليوسين ايزولي لأنها هي من اليوسين إيزوليوسين آي 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 أو آي آي فينايل ألانين بي أتش إي في أو أف ما بكتب البرولين برو أو بي ليش ما كتبت الفنايل ألانين بي لأن حتطلخبط مع البرولين عشان هيك بنكتب الفنايل ألانين أف سيرين سير أو سيرين هس تيريونين تي أتش آر أو تي تيروسين تي آي تي يو آر أو واي ليش ما كتبت تي لأنه في حلاقي تيريونين تي آي مع تيريون حيتلخبط مع ليه ما قلت تي لأنه في تيريونين تي تمام لو جينا لها سستين سي 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 ميت يونين ميت أو ميت آم اللي بي في حرب ليوسين آآ ليسين لي آآ LUS أو K طب ليش مدت الأل لأنه في عندنا الليوسين هو نفس الاختصار فبن D K تمام آر جينين A R ج R A آر جينين R ليش مدت الأل لأنه الألنين يخذ بحرف A تمام وهكذا الهس تدين هس أو H لتربتوفان T R P و W أسبارتك أسد اللي هو الAS P أو D غلوتاميك أسد غلو أو E أسبارجين ASN ما باخدش أي أسبارجين لأنه ناخدنا نفس الأسبارتك أسد حيدينا ASN أسبارجين اللي هو N غلوتامين GLN و Q هاي الأحماض الأمينية والأبريفياشن لإلها تمام بدي أجي أعمل الغلوسيفيكيش للأمينو أسد يبقى هاي قسمنا الأمينو أسد حسب الأسنشل والأسنشل حسب الستروكتشار الألفاتيك والأروماتيك هل موجود فيها مجموعة هيدروكسايل أو لا هل موجود فيها مجموعة سالفر جروب هل بتحتوي على مجموعة أميند جروب كمان ممكن نقسم الأحماض الأمينية على حسب اللي هو البولاريتي إيش البولاريتي يعني هاي اللي هي بولر ولا نان بولر طبعا حسب البولاريتي طبعا اللي تشارج للبولر الصيد تشينج هي اللي بتحدد البولاريتي للأمينو أسنشل عشان هيك ممكن الصيد تشينج تكون بتحتوي على البولاريتي لإلها طيب الحين هنقسم الأمينو أسد حسب البولاريتي طبعا الصيد تشينج في الأمينو أسد ممكن تتقسم إلى مجموعتين اللي هي النان بولار صيد تشينج و زي ما هنشوف والبولار طبعا النان بولار صيد تشينج اللي هي غالبا بتكون هيدروكاربون يعني مجموعة الصيد تشينج بتحتوي على هيدروكاربون والهايدروكاربون طبعا وهذه في حالة الفانكشن جروب هيد الانتشارج اللي ما بتحمل تشحنة ما بتساهم في الفيزيولوجي كالبي أتش يعني في البلد الأمينو أسد اللي بيكون نان بولار أو بيحتوي على هيدروكاربون ما إلو مقدرة إلو ما إلو مقدرة إنه يكون هيدروكاربون لأنه هو نان بولار طبعا النان بولار الأمينو أسد زي مين الألانين والسستين والجلايسين والآيزوليسين والليوسين والميثيونين والفيني الألانين والبرولين الي تايروسين والفالين خلينا نشوف زي إيش اللي هو النان بولار هاي الألانين البوزيتف تشارج والن Shut عادل وبعض الصيد تشينج عبارة عن هيدرو كاربون هذا ألانين سستين طبعا هاي الأبرفياشن حطه مرة تانية اللي هو كمان هو نان بولر ليش؟ لأنه الشحنة هاي بوزيتف ونيجاتيف بعادلوا بعض ما بيحمل أي شحنة الجليسين كمان بيحتوي اللي هو على مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة الأمين بعادلوا بعض وهنا مجموعة الأتش اللي هي الصايد تشينج الايزوليوسين هاي مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة الأمين اللي هو في البيزيك أمينو أسد وهي الصايد تشينج تبعت الايزوليوسين CH, CH2, CH3 وهنا CH3 ما بتحتوي أي تشار اللي هو كمان هو عبارة عن هيدرو كاربون السلسلة الجانبية وهي نان بولر الميثيونين نفس الشيع هي المجموعة الكاربوكسيل جروب بتعادل المجموعة الأمين ويسل سلسلة CH2, CH2, S, CH3 الفينايل الألانين كمان فيها بتحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة ومجموعة أمين اللي هي موجودة في الأساس للبيزيك أمينو أسد والصايد تشينج عبارة عن CH2 من البنزين واللي سمناه من الأروماتيك لبرولين نفس الشيع هاي مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة أمين بعادلوا بعض والصايد تشينج مافيش أي تشارج فيها لتريبتوفان هاي مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة الأمين CH2 وفي عنا السايكليك الخماسية وحلقة البنزين لتريبتوفان عشان هيك من الأروماتيك سمناه للتيروسين هاي مجموعة الكاربوكسيل ومجموعة الأمين وصايد تشينج CH2 ومجموعة الفينول لحلقة البنزين والOH الفالين CH2 مجموعة كاربوكسيل ومجموعة أمين والهايدروكاربون في السلسلة الجانبية هاي مجموعة الأمين هاي مجموعة الأمين بولر يعني ما علوش أي تشارج لأنه متعادل بنسميه ميوترال أمينو أسد طيب نيجي للبولر أمينو أسد واللي الصايد تشينج في البولر ممكن نقسمها إلى قسمين البولر أمينو أسد هي زي مين اللي بتحمل البولر اللي هي زي الأرجينين والأرجينين والأسارجين والأسبارتك أسد والجلوتامين والجلوتاميك أسد الهستادين والليسين والسيرين والثيريونين طبعا البولر ممكن تكون هاي البولر في الفيسيولوجيكال بي اتش بتساهم في تكوير روابط هيدروجينية وممكن تكون البولار اما basic بولار positive او negative خلينا نشوف كيف حنشوف هدي البولاريتي نيجي للارجينين الارجينين اللي هو الارج والار اختصارها هاي الارجينين CH2 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 وقلنا ممكن نقول هادي CH2 لكل تلاتة لأنهم تلات مجموعات CH2 NH وفيها مجموعة امايند زيادة فهنا مجموعة الامين الكربوكسيل بتعادل مجموعة الامين ولكن هنا في مجموعة زيادة من مجموعة الامين فبنسميها هادي بتحمل positive charge يبقى هنا صار بولار يبقى هذا بولار وبحمل positive charge يبقى هنا بولار بحمل positive charge في حالة الفيسيوليجيكال بي اتش الاسبارجين تصار ان طبعا في عنده مجموعة كمان امايند زيادة فبيحمل لي مجموعة positive charge الاسبارتك اسد في مجموعة كربوكسيل زيادة بيحمل negative charge يبقى هو بولار بيحمل لي negative charge الغلوتامين بيحمل بيحمل مجموعة امايند وهنا في عنده مجموعة الهايدروكسايل الغلوتاميك اسد كمان في مجموعة كربوكسيل زيادة فهو negative charge الهستادين كمان في عنده مجموعة امايند زيادة بيحمل positive charge اللايسين بيحمل مجموعة امايند زيادة في عنده positive charge السيرين في مجموعة او اتش مجموعة هيدروكسايل اللي هو مقدرة على انه يشارك روابط هيدروجينية ثيريونين كمان فيها مجموعة او اتش يبقى هو بولار يبقى هيك قسمنا بمعنى انه الامينو اسد كمان ممكن نقسمها حسب البولارتي واللي هو الامين البولاريت للامينو اسد الى non-bullar amino acid وعرفنا ايش يعني non-bullar بولار امينو اسد وما بيحمل اي تشارج وبولار وفي عنده positive charge وبولار وبيعنده negative charge طبعا النان بولار امينو اسد ايش هو تعريفها نان بولار امينو اسد هي انه عدد الامينو اسد المجموعة number of amines بتساوي مجموعة الكربوكسيل جروب وبالتالي طبيعته هو neutral متعادل احماض امينية متعادلة وبالتالي الامينو اسد بتكون هايدروفوبك يعني ما لها تشارج وما بتشارك في انها تكون روابط هايدروجينية قلنا زي حالات اللي هو الالانين والفالين والليوسين والايزوليوسين والفينايل الالانين لجليسين تروبتوفان وميثيونين ولبرولين ولكن زي هياتهم هدولة الامين جروب بتساوي الكربوكسيل جروب وبالتالي ما بتقدر تشارك في روابط هايدروجينية لانها السايد تشينج ما لها مقدرة على انها تشارك في روابط هايدروجينية ما عندها تشارج نان بولر تمام؟ زي الايزوليسين والجليسين والتربتوفان فينايل الالانين كلهم بنلاحظ انه فقط مجموعة الكربوكسيل والامين بعادلوا بعض وبالتالي ما عندهم مش اي تشارج هادي لها نان بولر امينو أسد طيب البولر امينو أسد وملهاش تشارج زي مين؟ البولر امينو ما بتحتوي على اي تشارج الامينو أسد في هادي بتشارك بين انها تكون روابط هايدروجينية في البروتين ولكن زي مين؟ زي السيرين ثيريونين ثيروسين سستين غلوتامين والأسبرجين هما بيكونوا روابط هايدروجينية لكن ما بيحملوا تشارج هما بيكونوا روابط هايدروجينية بولر ولكن ما بيحملوا تشارج زي الOH هذي بتكون روابط هيدروجينية هنا مجموعة هيدروكسايل بتكون روابط هيدروجينية كمان هنا الكلوتامين بيكون روابط هيدروجينية وهنا في الثيروسين بيكون روابط هيدروجينية الأسبرجين والسستين مجموعة السلف هيدرايل بتكون روابط هيدروجينية لكن ما عندها شحنة بولر وعنده بوزيتف تشارج يعني في عنا مجموعة في هذه الحالة اللي بولر عمينه أسد ويد بوزيتف تشارج إنه في عنا أكتر الأمين وأسد مور أمين جروب مقارنة بالكربوكسيل جروب يعني مجموعات الأمين أكتر من مجموعات الكربوكسيل وبالتالي بيحتوي على positive charge side change زي اللايسين والأرجينين والهستدين هاي اللايسين في عنا مجموعة الأمين زيادة عشان هيك يصار بيحمل positive charge الهستدين كمان في عنده مجموعة أمين زيادة بيحمل positive charge الارجينين في عنده مجموعة أمين زيادة بيحمل positive charge البولر أمين وأسد ويد negative charge إنه negative charge بيحتوي إنه في هذه الحالة مجموعة الكربوكسيل جروب أكتر من مجموعة الأمين جروب وبالتالي الكربوكسيل جروب بتكون negative charge بتحمل negative charge زي الأسبارتيك أسد في عندها مجموعة كربوكسيل زيادة بتحمل negative charge الغلوتاميك أسد بتحمل negative charge زيادة الغلوتاميك أسد تمام؟ هنكتفي لعند هنا لكلاسيفيكيشن للأمين وأسد ويعطيكو ألف عافية ترجمة نانسي في القناة